بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هنبدأ الجزء الأول في محاضرة الجينيتكس أول حاجة هنتكلم عنها في المحاضر ديه اللي هو الاستراكشر بتاع الكرومزومس والكاريو تايبينج الكرومزوم عندي ده عبارة عن دي إني إيه عامل زي السريد لايك يعني ده الكرومزوم هاو ده دي إني إيه باكنج سريد لايك يعني عامل زي الخيط ودي إني إيه مغلف كل كرومزوم كل كرومزوم بيتكون من سينجل دي إني إيه مولوكيول بيكون كويلد يعني كويلد يعني حلزوني أو ملتف صفر الطايمس مرات عديدة حوالي حوالين هستون بروتين حوالين بروتين يبا أنا كده عندي أنا دي إني بيتكون سوري الكرومزوم بيتكون من البروتين والهستون بيلف حوالي الدي إني إيه وأيضا بيتكون من أذر بروتينز يبا إيه هي الكمبوننت كل كرومزوم كل كرومزوم كل كرومزوم سينجل دي إني إيه مولوكيول زائد هستون بروتين وأذر بروتينز لو جينا لستراكشر بيتكون الكرومزوم نفسه هنلاقي احنا ممكن ندرس الكروموزومات في الطور الاستوائي من الانقسام الميتوزي لان الكروموزوم ساعتها بيظهر بيتكون من كل بارت منهم بسميه الكروماتيد متصلين غالبا في المنتصف بواسطة حاجة اسمها السنترومير يبقى بيتكون الكروموزوم من 2 كروماتيد متصلين في المنتصف بواسطة السنترومير انا عارف ان الكروموزوم مش بيبقى ظاهر في الانترفيس لكن هيبقى ظاهر في الميتافيس اللي هو الطور الاستوائي من الانقسام الميتوزي ليه؟ لان الكروموزومات بتترتب على خط استواء الخلية طب كل كروماتيد ادي الكروماتيد اهو بيتكون من شورط ارم ادي الشورط ارم فوق بسميه البي ارم ولونج ارم بسميه الكيوم يبقى عندي الكروموزوم 2 كروماتيد وسنترومير الكروماتيد شورط ارم بسميه البي ولونج ارم بسميه الكيوم طب السنترومير هو منطقة اللي المنطقة اللي اتنين سيستر كروماتيدز بيبقوا مع بعضهم بيتحملوا مع بعضهم يبقى دي المنطقة دي اللي هي السنترومير اي في حاجة في السنترومير عنده فيه هنا بوينت هنا اسمها قينيتو كور وبوينت هنا اسمها قينيتو كور البوينت ديت او ديت اسمها قلنا القينيتو كور اللي بيحصل فيها اتصال لسبندل فيبرز بتاع الميتوتكسبندلز تتصل بيها اثناء الانقسام واسناء الانترفيس بيريوت يبقى القينيتو كور هو الاتشمنت بوينت في اسبندل فيبرز التوينتز بتاع الكروموزوم يعني الاند ديت والاند ديت او الاند ديت سواء فوق او تحت بسميها تيلوميرز وكلمة تيلوميرز معناها القطعة الطرفية القطعة الطرفية يبقى انا عندي التيلومير بتحتوي على الكثير من الريبيتس او شورت ايدنتيكال دي اني يعني فيها دي اني في التيلومير هنا بس بيكون شورت قصير وايدنتيكال في الايدنتيكال سيكونس السيكونس بتاع الحتة الديت في التيلومير بيبقى تي تي اي جي جي يبقى انا عندي التيلومير هنا هنا بيحتوي على شورت ايدنتيكال سيكونس من ادي ان ايه السيكونس بتاعه اللي هو التي تي اي جي جي التيلومير دوت او الجزء دوت بيرزيرفس الكروموزوم يبقى مين المسؤول على الحفاظ على الكروموزوم هو التيلومير بيخلي الكروموزوم لونج وهلسي عن طريق انزيم اسمه التيلوميريز انزيم يبقى انزيم اسمه التيلوميريز انزيم اللي هو بيكون لي التيلومير ده بيخلي الكروموزوم لونج وهلسي بيخلي لونج وهلسي عن طريق انزيم اسمه التيلوميريز انزيم يبقى ما يميز لي الكروموزوم بيتكون من اتنين كروماتيد متصلين بواسطة سنترومير سنترومير بيبقى فيه جزء من هنا قيانيتو كور وجزء من هنا اسمه قيانيتو كور وعندي الاندس بتاعة الكرموزوم اسمها التيلومير بيحتوي التيلومير على identical short DNA sequence اللي قلنا عليه TTAGGG والفايدة بتاعة التيلومير انه هو بيحفظ له على الكرموزوم ويخلي الكرموزوم لونج وهلسي عن طريق انظيم اسمه التيلوميريز انظيم ده شكل الكرموزوم في الـ dividing cell او في اسناء الـ cell division وده شكل الكرموزوم في الـ 9 dividing cell اسناء الـ interface الجزء اللي بعد كده ايه هي الـ number of chromosomes الـ number of chromosomes بيختلف حسب الـ speech يعني بيختلف من جنس إلى جنس القاه في الهيومن بيبقى 46 كروموزوم في الدج بيبقى 78 كروموزوم في الفروتفلاي الفروتفلاي اللي هي الزبابة الفاكهة بيبقى فيها 8 كروموزوم كل هيومن أو الهيومن عندي في نوعين من الخلايا خلايا اسمها السوماتيك سيلز اللي هي الخلايا الجسدية بتحتوي على 23 بيرز من الكروموزوم اللي هما 46 كروموزوم 22 بيرز اللي هما 44 كروموزوم بيبقى اسمهم أوتوسوم أوتوسومز يعني جسدي دول موجودين في الميل والفيميل البير الزوج رقم 23 بسميه السيكس كروموزوم السيكس كروموزوم دوت في الفيميل بيبقى 2X 2 identical X كروموزوم لكن في الميل بيبقى 1X1Y هنبص مع بعضينا ادي الكروموزوم فيه 2 كروموزوم ادي كروموزوم و ادي الكروموزوم التاني هو والاثنين كروموزوم متصلين بالسنترومير زي ما قلنا وان الجزء ده اسمه قايني تكور والجزء ده اسمه قايني تكور والجزء الطرف ده اسمه تيلو مير طيب انا في الميل الميل ودي رمز الميل بيبقى فيه X أو فيه كروموزوم فيه يواي يفي X لكن الفيميل بيبقى فيها 2X كروموزوم يبقى انا عندي عندي الخلية بتحتوي على 22 زوج من الكروموزومات اسمه خاصوماتيك كروموزوم وتحتوي على وان بير من الكروموزومات اسمه 6 كروموزوم السكس في الميل X Y والسكس في الفيميل XX ايه هو الكلاسيفيكيشن او الطيبز بتاع الكروموزوم الكروموزوم بتتقسم حسب السيطة او البوزيشن بتاع السنترومير الى الآتي لو السنترومير موجود في المنتصف اهو فبسمي الكروموزوم دوت ميتا سنترك ميتا يعني منتصف وده بيديني اتنين اقوال ارمز يعني ساعتها البي هيساوي الكو طب لو السنترومير طرع لفوق شوية هسميه صب ميتا سنترك يعني تحت الميتا سنترك وده بيديني اتنين شورت ارمز واثنين لونج ارمز طب لو طلع اكتر لفوق شوية عطاني حاجة بسيطة خالص فيري شورت تو ارمز وفيري لونج تو مين ارمز ده بسميه اكرو سنترك يبدا اسمه اكرو سنترك طب انا لو لديت السنترومير من فوق والاثنين كرماتيت بس ارمي ارمي بس فده السنترومير هنا طرفي واخدنا كلمة طرفي اسمها تيلو بدا بسميه تيلو سنترك هيبقى عندي لونج ارمز قولي نط انهيومن ده مش موجود التيلو سنترك في مين في الهيومن يبقى لو سألك MSQ ايه هو النوع من الكروموزوم اللي مش موجود في الهيومن هو التيلو سنترك هنرجع تاني ادي الكروموزوم بيتكون من اثنين كروماتيتز متصلين بسنترومير سنترومير في توريجونس كل واحدة اسمها قينيتو كور بتمسك فيها الميتوتيكس بندلز او خيوط المجزل وان الجزء الطرفي سواء من تحت او من فوق اسمه تيلو مير اسمه تيلو مير هناخد بعد كده حاجة اسمها الكاريو طايبنج ايه الكاريو طايبنج؟ الكاريو طايبنج دي برسس عن طريقها بدرس الكروموزومات بتاع الخلية اللي بيحصل في الكاريو طايبنج ان احنا بناخد فيه نص بلوت سامبل يعني عينة من الدم الوريدي واخد العينة دي وافردها وحط لها مادة تساعد احطها في ميديا وسط يساعد على الانقسام الميتوزي الوسط ده اسمه فيتوهيم اجلوتونين اسمه فيتوهيم اجلوتونين واول ما توصل للطور الاستوائي الميتافيس عشان اتظهر فيه الكروموزومات احط مادة اسمها الكولوشيسين مادة الكولوشيسين الكولوشيسين بتوقف للانقسام عند الطور الاستوائي وطالما انا عارف ان اثناء الطور الاستوائي الكروموزومات بتبقى مترتبة على خط استواء الخلية فاقدر ادرسها يبقى الكاريو طايبينج انا بدرس الكمبيليتسيت من الكروموزومات في الميتافيس لانها بتبقى الرينجد انبيرز هيقسمها بقى حسب الصيز بتاعها حسب السنترومير بوزيشن حسب الشيب بتاع الكروموزومات ويه الكروموزومات بيه انقسمها ونرتبها ونعمل لها نمبرينج في الصيز فروم اللارجست لي السمول بص معي هنا في الشكل قادي واحد واثنين وثلاثة دول اللارجست المست لارجست من الكروموزومات يليهم اربعة وخمسة اقل في الطول بتاعهم ستة وسبعة اقل من اربعة وخمسة ستة وسبعة وتمانية وتسعة وعشرة واحداشر واثناشر اقل من اللي قابليهم تلاتاشر واربعة اشر وخمسة اشر اقل ستة اشر وسبعة اشر وثمانتاشر اقل تسعة اشر وعشر اقل واحد واثنين واثنين وعشر اقل اه واخر زوج اللي هو البيل رقم تلاتة وعشرين اللي هو قلنا عليه السيكس كروموزوم اللي هو بيبقى في الفميل اكس اكس وفي الميل اكس واي طيب هل كل الانوية ينفع اننا اعمل منها كاريو طيب؟ نعم لكن اشهر حاجة ممكن نعمل منها كاريو طيبنج اللي هي اللينفوسايتس والسكن سيلز الخلايا اللينفوية وخلايا الجلد احنا زي ما قلنا ان انا باخد عينة من الفينوس بلد لكن انا ممكن ااخد عينة من السيلز قبل الولادة هادرس بها دراسة الكاريو طيبنج ايه السيلز اللي انا ممكن ادرسها قبل الولادة ادرس بها كاريو طيبنج الأمنيو سنتيز يعني أمنيو سنتيز أنا بدخل إبرة في بطن الست الحامل بتوصل للأجشية اللي حوالين الفيتس الجنين أخذ عينة من الأمنيوتيك فيليود الأمنيوتيك فيليود اللي هو السائل الأمنيوني اللي حوالين الجنين أو ممكن أخذ عينة من الكوريونيك فيلس يعني يا كوريونيك فيلس الكوريونيك فيلس سامبلينج أنا عندي الفيلاي بتاع المشيمة ممكن أخذ منها عينة فأدرس عن طريقها الكاريو طايبنج طب الكاريو طايبنج إيه الأهمية بتاع الكاريو طايبنج أول حاجة إن أنا بعرف النمبر أوف كروموزومز أعرف عدد الكروموزومات في بعض الأمراض الوراثية الكروموزومات بتكون نقصة مثلا واحد زي مين الترنر سندروم ممكن تكون زيادة يبقى أنا بدرس عدد الكروموزومات وبالتالي عن طريق دراسة عدد الكروموزومات إن أنا بعرف الكروموزومة الأبنرماليتس فيه النمبر التلالات الكروموزومز فيه العدد أقدر منها أعرف الفيتال سيكس يعني نوع الجنين لو لديت فيها ويبقى ميل على طول أنا مغمض ما فيهاش ويبقى في ميل وأنا مغمض ها عرف وجود وعدم وجود الانديفيديو والكروموزومز ده رقم ثلاثة رقم أربعة ها عرف النتشر طبيعة والأبنرماليتس يعني استراكشور أبنرماليتس الاختلالات في تركيب الكروموزومات ممكن عن طريقها شخص حالة اسمها هيرما فروديوتيزم يعني هيرما فروديوتيزم اللي هما مزدواجي الجنس اللي هو مش باين قدامك لهو ميل ولا في ميل تلقى مثلا الطفل ده مولود تلاقي قدامك زكر ماشي عضو زكري وتبص تلاقي مثلا من جوه فيه يوترس أو فيه أوفري يوترس يعني رحم أوفري يعني المبيض أو العكس باستخدم الكاريوتيبنج في الميدوكوليجا الإمبورتنس ميدوكوليجا يعني اللي هو الطب الشرعي الطب الشرعي أنا بدرس الكاريوتيبنج عشان أحدد الطفل ده ينفع أنه هو ابن للأب والأم دول ولا لا تمام طيب أنا كده عرفت الكاريوتيبنج قادي الكاريوتيبنج إيه اللي بيحصل فيه الكاريوتيبنج أنا عندي في الكاريوتيبنج إن أنا باخد فينس بلات سامبل قادي فينس بلات سامبل هاخد خمسة ميلي من الفينس بلات ونروح حطتهم في مادة اسمها فيتوهيم أبلوتونين ديت وحطوهم في كاليتشار ميديم يعني وسط زراعة تمام اللي هو المزرعة والكاليتشار بتبقى عند سبعة وثلاثين درجة لمدة ثلاثة إيام وهي الفايتومي أبلوتونين ده بيخلي الخلية تنقسم بتخش فيه الميتوتك ديفيجن آجي عند فترة ورحاطة الكولوشيسين وحط هايبوتونيك صالين هايبوتونيك يعني الملح فيه أوليل تركيزه أوليل ده هيخليلي الخلايا ثابتة هيثبتها عند الطور الاستواعي عند الميتافيس هروح عامل اسبريد للخلايا على سلايد بايدروبينج بالقطارة ماشي هاعمل لها ديجيست ويز تريبسين اند ستين ويز جيمسا اللي هي الجيمسا ستين يبقى أنا هاعمل لها ستينينج بواسطة الجيمسا ستين هتبص تلاقي الكرموزومات كده مترتبة في صورة كرموزومات كاملة في الخط الاستواء هاخدها الكرموزومات وعمل لها عدد وانا طبعا سبغتها بقولنا بمين بالصبغة جيمسا ستين تمام وهشوف الكرموزومات اعرف العدد بتاعها ممكن اعرف السكس ممكن اعرف لو فيه ابنورماليتس في التركيب بتاعها او لو فيه ابنورماليتس في النمبر بتاعها ده الكاريو طيب طيب قبل ما اقول في الكاريو طايبنج احنا عرفنا فيه حتة في الكاريو طايبنج اسمها السكس كوروماتين او البار بودي قبل ما نقول الحتة ديت احنا عايزين نعرف ايه هو عدد الكرموزومات تاني فيه عدد الكرموزومات اسمه هابلويد نمبر هابلويد يعني وان ستة جهاز واحد اللي هو يرمز له بالرمز ان هابلويد يعني ادي لقى الكرموزوم ده واحد وده واحد وده واحد في الهيومن بيبقى النمبر ان اللي هو يساوي تلاتة عشرين في الهيومن الجميطس والاسبيرم والاوفا بيكونوا هابلويد يبان عندي الهابلويد نمبر اللي هو الان اللي في الهيومن 23 اللي هو بيكون موجود في الاسبيرم في الحيوان المنوي وفي الاوفا فقط لكن الديبلويد نمبر اللي هو اتنين ان يعني اتنين في تلاتة عشرين بكام بستة واربعين كرموزوم ده اللي بيبقى موجود فيه كل البودي سيلز غير معادة مين قلنا الجوميتس معادة الجوميتس تمام كده ايه هو السكس كروماتين او بنسميه البر بودي انا عندي فيه اكس كروموزوم ده اكتف اللي هو اساس الحياة الهيومن الاكس كروماتين ده بيبقى موجود واحد في ميل وواحد في الميل طب فيه اكس كروماتين او اكس كروموزوم بيبقى موجود في الفميل ده بيكون ان اكتف بل اكس كروموزوم التاني في الفميل بيكون ان اكتف في الفميل فقط بيظهر في الفميلز بيظهر في صورتي في الفميلز بيظهر في صورة دارك استين ديماس يعني كتلة جمعة من الكروماتين متصلة بالنيوكليار الانر اسبكت من النيوكليار انفلوب متصلة بالجشاء النووي وده بيبقى في ستين في المية من خلايا الخلايا الطلاقية المبطنة للفم من الداخل اسمها البقل ميكوزة يعني يا البقل ميكوزة النسيج الطلاق المبطل للفم من الداخل لو خدنا منه عينة وحطيت الخلايا دي تحت الميكروسكوب بسيط على النيوكليار لقيت فيها اللي هو دارك استين ديماس من الكروماتين يبقى على طول دا اكس اللي هو البربودي يبقى دي في ميل ملقتهاش يبقى دا ميل ايضا بيبقى موجود في 3% الـ 5% في النيوتروفيل 3% الـ 5% في النيوتروفيل بيبقى عامل زي الدرامي ستيك يعني راس العصى ادي الدرامي ستيك هوا عامل زي راس مين العصى تمام؟ او راس عصى الطابلة او عصى الطابلة طيب ايه الفايدة بتاع الـ X او بربودي او 6 كروماتين عن طريق البربودي او 6 كروماتين انا اقدر احدد ان الشخص دا ميل او في ميل وبالتالي بيستخدموه اساسا في البطولات والالعاب الالعاب الالومبية ياخدوا عين من البقل ابسيليال سيلز ويعملوها لقوا البربودي يبقى دي في ميل ملقوش بربودي يبقى ميل اشتركوا في القناة